اجتمعوا نحو عشرين رئيس دولة وحكومة معظمهم أوروبيون اليوم في باريس بمبادرة من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لعادة تأكيد دعمهم لأوكرانيا ويدعو ماكرون أوروبا إلى تحرك جماعي في وقت لا يزال الكونغرس يعرقل الدعم الأمريكي بالغ الأهمية بالنسبة إلى كييف ويخاطب الرئيس الأوكراني فولد ميرزلينسكي المجتمعين في قصر الإليزايا عبر الفيديو كما يحضر الاجتماع قادة من الاتحاد الأوروبي بينهم المستشار الألماني أولاف شولس والرئيس البولندي أندري دودا ورؤساء وزراء حوالي خمس عشرة دولة في الاتحاد